اسم الدرس أتدرب على حل المسائل أولاً يمثل الرسم التالي تصميماً لساحة عمومية هيئتها إحدى البلديات أبعادها على التصميم كما هو مبين بالرسم وفق السلم 1 على 500 تتكون الساحة من خمسة أحواض مزروعة ورداً وأزهاراً المساحة الجملية للأحواض بالمتر المربع 1357 أما ما تبقى من الساحة المستطيلة المهيئة فقد زرعت عشباً أخضر أحاطت البلدية الأجزاء المزروعة ورداً وزهوراً بسياج حديدي واقع أحسب الأقيسة الحقيقية لأبعاد الساحة وأجزائها الإجابة الأقيسة الحقيقية لأبعاد الساحة وأجزائها طول الساحة 12 سنتيمتر في 500 يساوي 6000 سنتيمتر يساوي 60 متر عرض الساحة 8 سنتيمتر في 500 يساوي 4000 سنتيمتر يساوي 40 متر شعاع الحوض المعين 2.9 سنتيمتر في 500 يساوي 1450 سنتيمتر يساوي 14.50 متر شعاع الحوض الدائري 1 سنتيمتر في 500 يساوي 500 سنتيمتر يساوي 5 متر طول المستطيل 4 سنتيمتر في 500 يساوي 2000 سنتيمتر يساوي 20 متر عرض المستطيل 2 سنتيمتر في 500 يساوي 1000 سنتيمتر يساوي 10 متر ماقيس المساحة المزروعة عشباً أخضر الإجابة مساحة الحديقة 60 متر في 40 متر يساوي 2400 متر مربع المساحة المزروعة عشباً أخضر مساحة الحديقة إلا المساحة الجملية للأحواض 2400 إلى 1357 يساوي 1043 متر مربع ما طول السياج الحديدي الواقي الذي استعمل في إحاطة الأجزاء المزروعة ورداً وزهوراً الإجابة الطريقة الأولى طول السياج الواقي للأحواض محيط المستطيل في إثنان مع محيط المعين مع محيط الدائرة في إثنان عشرون مع عشرة في إثنان في إثنان مع أربعة عشر فاصل خمسون في أربعة مع عشرة في ثلاثة فاصل أربعة عشر في إثنان يساوي مائة وعشرون مع ثمانية وخمسون مع إثنان وستون فاصل ثمانية يساوي مائتين وأربعين فاصل ثمانية متر الطريقة الثانية طول السياج الواقي للأحواض طول المستطيل في أربعة مع عرض المستطيل في أربعة مع ظلع المعين في أربعة مع محيط الدائرة في إثنان عشرون في أربعة مع عشرة في أربعة مع أربعة عشر فاصل خمسون في أربعة مع عشرة في ثلاثة فاصل أربعة عشر في إثنان يساوي ثمانين مع أربعين مع ثمانية وخمسين مع اثنين وستين فاصل ثمانية يساوي مائتين وأربعين فاصل ثمانية متر ثانياً عدد التلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية يقبل القسمة في نفس الوقت على إثنان وخمسة وثلاثة وهو محصور بين أربعمائة وخمسة وستين وأربعمائة وخمسة وتسعين موزع على الفصول وفقاً للجدول التالي الفصول سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة سنة خامسة سنة سادسة العدد الجملي للتلاميذ بكل مستوى تعليمي ثمانية وأربعون ستون تسعون سبعة وثمانون مئة واثنان عدد الإناث يفوق عدد الذكور بثمانية التلاميذ أصغر من عدد الذكور بـ 4% يفوق عدد الذكور بـ 11% مضاعف لثلاثة محصور بين 37 و41 عدد الذكور أصغر من عدد الإناث بـ 12% أكبر من عدد الإناث بـ 12% مضاعف لتسعة محصور بين خمسين وخمسة وخمسين في الامتحان النهائي من السنة الدراسية الفارطة تحصل ثلث تلاميذ كل فصل على شهائد أحدد عدد تلاميذ هذه المدرسة بطريقتين مختلفتين الإجابة الطريقة الأولى عدد تلاميذ السنة السادسة عدد الإناث مع عدد الذكور العدد المضاعف لثلاثة والمحصور بين سبعة وثلاثين وواحد وأربعين مع العدد المضاعف لتسعة والمحصور بين خمسين وخمسة وخمسين أي تسعة وثلاثين مع أربعة وخمسين يساوي ثلاثة وتسعين تلميذان إذن عدد تلاميذ هذه المدرسة ثمانية وأربعون مع ستون مع تسعون مع سبعة وثمانون مع مئة واثنان مع ثلاثة وتسعون يساوي أربعمائة وثمانين تلميذان الطريقة الثانية نبحث عن المضاعف المشترك الأكبر لاثنان وخمسة وثلاثة ثم نقسم العدد أربعمائة وخمسة وتسعين باعتباره الحد الأكبر لعملية الحصر ونضرب العدد الصحيح للناتج في ثلاثين هكذا نكون قد توصلنا إلى عدد التلاميذ بهذه المدرسة المضاعف المشترك الأكبر لاثنان وخمسة وثلاثة يساوي ثلاثين أربعمائة وخمسة وتسعون على ثلاثون يساوي ستة عشر والباقي خمسة عشر ثلاثون في ستة عشر يساوي أربعمائة وثمانين أحدد عدد التلاميذ من كل جنس بهذه المدرسة الإجابة عدد الذكور بالسنة الأولى 48 إلى 8 على إثنان يساوي عشرين تلميذان عدد الإناث بالسنة الأولى 48 إلى 20 يساوي ثمانية وعشرين تلميذان عدد الإناث بالسنة الثانية 60 إلى إثنى عشر على إثنان يساوي ستة وثلاثين تلميذان عدد الذكور بالسنة الثانية 60 إلى ستة وثلاثون يساوي أربعمائة وعشرين تلميذان عدد الذكور بالسنة الثالثة 90 إلى إثنان وخمسون يساوي ثمانية وثلاثين تلميذان عدد الإناث بالسنة الثالثة 90 إلى إثنان وخمسون يساوي ثمانية وثلاثين تلميذان عدد الذكور بالسنة الرابعة 87 إلى إحدى عشر على إثنان يساوي ثمانية وثلاثين تلميذان عدد الإناث بالسنة الرابعة 87 إلى ثمانية وثلاثون يساوي تسعة واربعين تلميذان عدد الذكور بالسنة الخامسة 102 مع إثنى عشر على إثنان يساوي سبعة وخمسين تلميذان عدد الإناث بالسنة الخامسة 102 إلى سبعة وخمسون يساوي خمسة واربعين تلميذان الفصول سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة سنة خامسة سنة سادسة العدد الجملي للتلميذ بكل مستوى تعليمي 48، 60، 90، 87، 102، 93 عدد الإناث 28، 36، 38، 49، 45، 39 عدد الذكور 20، 24، 52، 38، 57، 54 أحدد بطريقتين مختلفتين عدد التلميذ الجملي الذين تحصلوا على شهائد الإجابة الطريقة الأولى عدد التلميذ الذين تحصلوا على شهائد العدد الجملي للتلميذ في الثلث 480 على ثلاثة يساوي 160 الميذان الطريقة الثانية 48 على ثلاثة مع 60 على ثلاثة مع 90 على ثلاثة مع 87 على ثلاثة مع 102 على ثلاثة مع 93 على ثلاثة يساوي 16 مع 20 مع 30 مع 29 مع 34 مع 31 يساوي 160